موسيقى مرحبا ومسألة فيكم أعزائي المشاهدين من جديد يشهد منفذ أبو سمرة الحدودي حركة نشطة للزوار من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الغادمين إلى بلدنا الحبيب في زيارة لبلدهم الثاني خلال أطلة الربيع نعم بالفعل يا خالد التغرير التالي مشاهدين الكرام بصلاة ضوء أكثر على هذا الموضوع موسيقى سجل منفذ بو سمرة حركة نشطة بزيادة أعداد السيارات المتجهة إلى قطر وعبر الكثيرون من السياح الخليجيين القادمين لتمضية إجازة الربيع عن استحسانهم للمعاملة الطيبة التي قبلوا بها وتسهيل حركة دخولهم وساهم ذلك في ترك طباع إيجابي عن الجهود المبذولة لتعزيز اللحمة الخليجية والتأكيد على الترابط الموجود بين أبناء شعوب المنطقة التي تجمع بينها القيم والعادات والتقاليد وأواصر القربة نجي نشارك ونشوف المسابقات مرمي يعني هذه ثالث سنة وأنا أجيها المهرج أنا أشوف أجي أتفرج بصراحة يعني أتعنى من الكويت والله عشان أجي أتفرج قطر كلها ديرة حلوة بس فيها ماكن معين عندك كثارة سقواقف وقير اللعلوعة قطر بلدنا الثاني ونحن نحب يوم كثير ومتعودين نجيها قطر تحاولنا نروح زيارات السوق واقف نجمعات لندية حلوة كثير طبعا من شكل عام القطر حلوة وتخطط الهيئة العامة للسياحة لأن تجعل من قطر وجهة مفضلة للسياح من مجلس التعاون الخليجي أساسا ومن دول العالم عموما وذلك من خلال تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات والترويج لتراث قطر الفريد ومعالمها السياحية الجذابة بهدف جعل الدولة وجهة سياحية ذات مستوى عالمي مع المحافظة على قيمها الثقافية المتجذرة والتي تميزها وتجعل منها وجهة أمثل للسياحة العائلية شفنا التغرير مشاهدينا الكرام ونقول إحنا شفنا إخواننا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وإحنا نقول لكم حياكم الله مش في بلدكم الثاني في مكانكم وفي بلدكم والعين وسعلكم من البيت كلفة انتباهي أحمد أخونا من أعمان قال إحنا نحبكم وإحنا بعد نحبكم يا أهل أعمان ونحب كل دول مجلس التعاون مشاهدي الكرام في هذا السياق أكملت اللجنة الدائمة لمنفذ بوسامرة استعداداتها لموسم السفر اللي يتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي حيث أعلنت اللجنة رفع درجة الاستعداد في كافة الأقسام للتعامل مع الأعداد الكبيرة من السياح القادمين إلى قطر نعامل الوقوف على جهازية المنفذ لاستقبال المسافرين معنا العميد الشيخ ناصر بن عبدالله الثاني رئيس اللجنة الدائمة المنفذ أبو سمرة ومدير إدارة المنافذ بالدولة يا مرحب مسلابك مرحب مرحب مسلابك مرحب مسلابك بحبدالله منورنا في الترحيب وفي غناتك مردودكم من شاء الله في البداية بحبدالله نتكلمنا عن جهازية منفذ بوسامرة الحدودي لاستقبال الزائرين خصوصا في عطلة إجازة الربيع صحيح أنا دائما في المناسبات كلها نرتب أمورنا دائما نجهز مثل عطلة الربيع هذه صادف قبلها بأسبوع كان جهازة نصف العام في المملكة العربية السعودية وكانت في الإمارات وكانت صادفة مع المملكة العربية السعودية طبعا نحن جهزناه من بداية السنة جهزي الجميع الجهات المنفذة في المنفذ يعني خاصة الجوازات والجمارك وكملنا استعداداتنا طبعا وفتحنا جميع الكوينترات وجاتنا أعداد ما شاء الله يعني من بسيطة خاصة من الإخوان من الكرة العربية السعودية ومن إمارات والكويت وصادف بعد في نفس الوقت اللي هي مناسبة السباقة للهجين عندنا موجود يعني شغالي فيه نعم وبعد بطولة كرة العالم العالم نعم نعم يأخذون التذاكر ويأخذون ما شاء الله يسألون كم وصل عدد اللي ادخلوا من المنفذ حتى الآن طبعا من بداية الإجازة عندنا في النصف العام الملكة العربية السعودية والإمارات والسباق اللي عندنا مناسبة لكاس العالم نعم توصل يوميا ما يقارب بين 18 ألف إن شاء الله يوميا 18 ألف لين 20 ألف الدخول والخروج طبعا لين اليومين الأخيرين طبعا وصلت ما يقارب قريب إلى 29 ألف وشوية هذا يوم بداية عطلة الربيع عندنا إن شاء الله يعني نتكلمنا عن لو نتكلم عن اليومين الأخيرين وصل إلى 29 ألف وشوية يعني يمكن هذا سبب ازدحام في المنفذ شو أنت عملتوا معا أنتم طبعا نحن مستعدين الحمد لله طبعا عندنا الشباب والكادر مجهزين طبعا فيها عندنا الموظف شامل عندنا الموظفين عندنا الموظفات وعندنا الأخوان في اللبعاء طبعا مع الجمارك والجهات المنفذة كلهم نحن طبعا نشعرهم كلجنا دائما في اجتماعاتنا أن اليوم الفلاني عندنا مناسبة معينة سواء أعياد أو العطل الرسمية نعم فنشعرهم قبلها تقريبا بشهر فالحمد لله كانوا موجودين وفاتحين أكبر من العدد اللي عندنا من الكوانترات عاملين حسابنا نحن يعني يمكن بدورنا أحمد يعني من قناة ريان نوجه لهم جزيل الشكر والامتنان يعني على مجهودهم الجبار يعني 29 ألف مسافر خلال يومين يعني هذا في يوم واحد في يوم واحد في يوم واحد يعني هذا يحتاج مجهود كبير نقدم لهم شكر وهم طبعا هم أكيد أنهم واجهة البلد أصلا أول واحد راح المسافر لما يدخل قطر أول واحد راح يقابلها قطري هو الموجود على الكونتر صح أول انطباع فهو أول انطباع رايخها منه هو يعني فأحنا نشكرهم جزيل الشكر يمكن بعمد الله نتكلم بكل صراحة دائما يعني الموسم الزحمة في المنفذ في المنفذ خاصة إذا الأعداد كلها جاي في وقت واحد لكن أيضا في هناك المنفذ نفسه ممكننا يخفف من الزحمة كيف عن طريق التسئيلات التي تقدم صراعة الموظفين عدد الأبواب المفتوحة لو نتكلم عن التسئيلات التي تقدمونها أنتم لتخفيف من هذه الزحمة أيضا لتسيير حركة السير وتسيير لهم صحيح أقول لك يعني احنا دائما في اجتماع اللجنة نعمم على الجهات المنفذة عندنا جميع الجهات يعملون حسابهم في المناسبات هذه احنا دائما نفتح جميع الكونترات معروفه عندنا نستغطب الموظفين يعني احنا عندنا عدد كونترات إضافية نعمل دائما نحنا نسوي دراسة بداية أي يعني من بداية كل سنة نشوف نسبة العدد المسافرين اللي عندنا سواء كان في الخروج أو نسبتهم في الدخول أكثر بإصدار تأشيرات فورية عندنا مقيمين مجلس التعاون نعم نحن ما شاء الله كل سنة نزيد النسبة عندنا ما يقارب قريب بين الثمانية إلى 12% بعض المرات على حسب المناسبة متى مصادفة يعني لكن ما شاء الله نعمل إحسامنا بالإضافة نحن دائما نرتب مع أخواننا في المنفذ المقابل أن نشعرهم أن نحن عندنا إجازهم دمنا نشعرون أن نحن عندنا إجازة أو بعض المرات عندنا مثلا تصير عندنا بطولة أو تصير عندنا مثلا مباراة ودية دائما نحن دائما على التصال مركز سلوى الحديثي فهي بينكم وبينهم تنسيق وتعاون ولله الحمد لو بتكلم عميد ناصر عن المعتمرين المعتمرين يكونون طول السنة هل لهم إجراءات خاصة تقومون فيها لتسهيل إجراءات سفرهم نحن المعتمرين دائما إذا بيجون في سيارات بالخاصة الكونترات قدامهم موجودة نخدمهم وهم في سياراتهم لكن إذا في البسات النقل الجماعي نحن مرتبين مع الحملات الحج توصلنا البسات نجهزين لهم طبعا كونترات خاصة ننهي إجراءاتهم ننسق مع الإخوان بعد في سلوى أنه في المناسبة هذه أو مثلا في المناسبة إجازة نصف العام أو إجازة الحج خاصة إن إجازة الحج نشعرهم أن نجتمع معهم قبلها بشهر والله إجازة الحج عشان نفتحون كونترات نسهل حق الحجاج المعتمرين ما شاء الله عندنا بصفة مستمر خاصة في الإجازة الأسبوعية أو إجازة نصف العام دائما نحن مسهلين لهم كونترات خاصة في الدخول لهم بعد الصالة خاصة نعم نحن نتكلم عن العميد ناصر مثلا إذا كان معتمر جاي في سيارته الخاصة راح يخلص جراءاتها العادية أي مسافر أنت تتكلم عن حملات الحج العمر الموجودة اللي يطلعون في باسات فواج يعني حجاج يكون لهم كونترات خاصة لتسهيل إجراءاتهم بصفة خاصة لهم مسار ولهم كونترات خاصة نعم عميد ناصر لو نتكلم عن نظام الموظف الشامل لو نعطي لمحة سريعة عن هذا النظام وأيضا كيف هل سهم في تسهيل الإجراءات على المسافرين والله أشوف يعني الموظف الشامل هو أفضل مثل ما أقول لك وسيلة منتجة دايما عندنا في الكونترات طبعا أكون معك صريحة أنا ابتديت بالموظف الشامل تقريبا من عشر سنوات ابتديت نهيئ ونهيئ رأس الأقسام نحن نبي موظفين اللي هو الموظف الشامل ما شاء الله يعني من تقريبا خمس سنوات وإحنا جاهزين موظف الشامل يصدر التأشير يعمل حركة الدخول وخروج ينتقل دائما ساغي الشاحنات سواء كان في الصادر ولا الوارد يعني الموظف الشامل موجود عندنا يعني مثل ما تقول ما تخون أي عقبة أنه والله في إجراء معين أو موظف الشامل طبعا أنا أنصح به في جميع الجهات الموظف الشامل هذا تقدر تنقلب من أي مكان وتستفيد منه أن نعارف الإجراءات كاملة الأمان أبو عبد الله أنا معاك في هذه النقطة نحن يمكن نلاحظ على المنفذ اللي سافراته مثلا كثيرة أو كل يكن تسافر تلقى موظف أحيانا في الجوازات أحيانا لا في البوابة الأولى أحيانا في البوابة الأخيرة فهذه يمكن تخليه ملم في كل شيء لا سرمح الله المنفذ فيه زحمة مثلا عند الشاحنات وعندي زحمة خفيفة عند المسافرين ممكن أنقل واحد هناك يسرع الأمور أمان أنا معاها النقطة وشكل كلي موجودا أنا طبعا شغالين عني شبه يومي الرابط داوينه بوسامرة أسأل الله يوفقون إن شاء الله بنتكلم أميد ناصر أكيد أن أغلب الناس اللي يجون دولة قطر عن طريق منفذ بوسامرة يجون للسياحة أو للمناسبات مثل اللي احنا ذكرناها الرياضية أو غيرها فهل في عندكم أنتوا توجه أن أنتوا تبلغونهم أو دليل تعريف سياحي لهم لو سأل عن حاجة أو شيء معين بيوصلها هل في عندكم مثلا دليل سياحي ممكن أن يرشدهم صحيح احنا دايما تنسيغنا مع الهيئة العامة للسياحة ويسألوننا طبعا بعض المسافرين يسألوننا يعني وين الأماكن طبعا ما شاء الله الموظفين عندنا يدلون الأماكن ويشعرونهم في أي مكان الحين دايما الوسيلة اللي هي موجودة الجي بي اس تسهلك الاسم المكان وتنقلك توصلك لين المكان لكن تنسيغنا مع الهيئة العامة للسياحة دايما نحن في اليوم الوطني المناسبات العياد دايما متواجدين معنا دايما في تنسيغ معهم خاصة في تنسيغنا مع العلاقات العامة ونشكرهم عن العلاقات العامة ووزارة الداخلية هم اللي دايما يوجهوننا ويسهلون لنا الإجراءات العميد ناصر ما شاء الله أنت لك بقى طويل في هذا المجال وأيضا لك خبرة كبيرة في هذا المجال بشكل عام نستغل خبرتك نبي منك رسالة توجهها للمسافرين من ناحية الالتزام والسلامة للمسافرين منها عدد الركاب واهتياطات العالم السلامة بشكل عام طبعا نحن نقول إذا أنت بتسافر دايما نجهز نفسك أعمل إحسابي أنا أحكم على المسافة اللي عندي أشوف جهزية المركبة عندي الملكية صلاحية الجوازات عدد الأشخاص اللي في المركبة طبعا أنت عدد أشخاص في السيارة يحكمك في المستمار يقول لك خمس أشخاص خمس أشخاص أو سبع أشخاص على حجم المركبة دايما العداد الكبيرة هذه تأثر على سلامة سواء كان السواق والعداد الكبير اللي مركبهم معاه يأثر عليهم يعني أنا أكون معك صريحة قدامي قبل ثلاث سنوات في الملكة العربية السعودية صار قدامي حادث وكان العداد اللي فيه للسيارة عداد كبير وصار قدامي يعني الحادث هذا فإحنا دايما ننصح ونشوفهم ونلاحظهم دايما عندنا في الإجراءات إحنا في إجراءات التطبيق ختم الجوازات نطابق بالعداد ونشوفهم ولكن إذا شفنا العدد الكبير نوجههم ونقول لهم هذا أول شيء على سلامتكم وخطر عليكم ودايما نسير حوادث في هذه وإحنا دايما نوصي ونقول لك إذا أنت بالسافر أمن نفسك وأمن مركبتك ودايما نتحاسب في السفر لأنه في ظروف تحكمك أنك يمكنك بعضهم إحنا يجينا حالات يقول لك والله أنا يوصلنا عندنا في المنفذ انقطع عندي البترول يعني أنت دايما مسافر إذا أنت عندي هاو توق واصل عندي انقطع عندك البترول كيف تحكمه في المسافات البعيدة هذه نعم يعني نقول الرسول عليه الصلاة والسلام دائما أعقلها وتوكل يعني أنت لازم تحتاط لكل هذه الأمور مثل ما ذكرت العميد ناصر أنه التزام بالعدد الموجود المفرض يكون في المركبة التزام بسلامة السيارة إطارات السيارة كل شيء يكون فيها سليم لأنه يتوقف أنت مثلا في طريق ممكن يكون مقطوع بعيد فأنتمنى السلامة للجميع أيضا على الأخطوط الطويلة مثل ما ذكرت أنه سيارتين أفضل من سيارة الواحد يعمل وكثرت يمكن الركاب أو شيء يمكن حتى تشتت انتباه السائق وغيره شكرا لك العميد الشيخ ناصر بن عبدالله الثاني رئيس اللجنة الدعمة لمنفذ أبو سمراء ومدير إدارة المنافذ بالدولة شكرا لك وأيضا شكر موصول إلى جميع العملي في منفذ أبو سمراء ألف شكر وشكرا تبيتك دعواتنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك وشكرا موصول أيضا لجميع الموظفين اللي موجودين في منفذ أبو سمراء مشاهدين الكرام ننتقل الحين إلى منطقة منطقة روضة راشد حيث يتواجد نديبنا فهد الكعبي اللي يعرفنا مع ضيفه الكريم على المنطقة وأبرز مميزاتها ومعالمها والخدمات اللي تتوفر فيها مساك الله بالخير فهذه الكلمة عندك مسيت بن نور وبرضى أخوي خالد الكبيسي وأكيد مسي على أخوي أحمد الشمري ومسي على مشاهدنا ومسلمعي قناة الريان الفضائية مثل ما ذكرت أخوي خالد أنا موجود في منطقة روضة راشد هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق التاريخية في الدولة وأكيد تمتاز بالهدوء وتمتاز بكثرة الريضان ووفرة المياه فيها وأكيد تعتبر امتداد إداري وطبيعي لمنطقة الشحنية الليلة معنا سيد سالم بن صقر المريخي واحد مسكان هذه المنطقة منطقة روضة راشد يا مرحبا ومسألة يا أبو صقر الله يحييك يا مرحبا مسألة يا أبو علي مرحبا بكم جميع مرحبا في مكانكم وبين أهلكم ما يحتاج ولا فيها شكة وأكيد نرحب بضيوفنا الموجودين يا مرحبا بكم جميع الله يحييك قبل بصقر قبل أن نسولف ونأخذ علومكم منطقة روضة راشد ما رايك نودي مشاهدين شوي يشوفون تغرير روضة راشد وراجعين لكم تواكل على الله يا مرحبا على هذا الطريق الرابط بين الشحانية وطريق سلوى تقع منطقة روضة راشد بطبيعتها الجميلة وموقعها المميز وسط البلاد اجتذبت المنطقة السكان للاستقرار بها منذ وقت مبكر اتشهد البيوت القديمة والآثار القائمة على تاريخ المنطقة ويمكن ملاحظة مستوى الفن المعماري في روضة راشد من خلال هذا المسجد الذي تم بنائه في أواصط عقد الخمسينيات من القرن الماضي كما شهدت المنطقة اقامة المرافق التعليمية مبكرا كهذه المدرسة التي يعود بناؤها الى مطلع الستينيات وخلال السنوات الأخيرة شهدت روضة راشد تطورا كبيرا في مجال الخدمات حيث باتت تتوفر على العديد من المنشآت الخدمية فيما يجري العمل على بناء منشآت جديدة ويهتم سكان روضة راشد بالزراعة وتربية الإبل ويظهر ذلك جليا من خلال انتشار البساتين والمزارع في مختلف أنحاء الروضة كما تتميز بوفرة المياه الجوفية فيها حيث كانت تزود مدينة الدوحة بالمياه عبر هذه الآبار المنتشرة بكثرة هنا وهكذا تتقدم منطقة روضة راشد نحو التطور بخطأ واثقة تنطلق من ماض عريق نحو آفاق الرحبة ومستقبل مستهر تابعنا وياكم هذا التقرير الذي تكلم عن منطقة روضة راشد وفي البداية نقول الله يحفظ بلادنا وحفظ مناطقنا الخارجية أبو صقر قبل أن نطلع نشوف التقرير مع المشاهدين الكرام والتقرير تكلم لو بشيء بسيط عن المنطقة بغيك يعني تعرفنا تعطينا نبذة عن منطقة روضة راشد ولو باختصار يا مرحبا ومسهلة مرحبا الله يسأل لك روضة راشد هلها بدأوا يتوافدون عليها ممكن في نهاية الأربعينات الأمرخات يبدأوا يسكنوا فيها في نهاية الأربعينات ممكن من اللحظتهم من خلال التقرير نحن صورنا أن بيوت أهلها ما زالت موجودة حصوتي صدكت نعم روضة راشد كانت منطقة مشهورة بالماء كان الماء وفير فيها إلى درجة أن الحكومة في ذلك الوقت في الستينات أو في الخمسينات احفرت 300 بير أو أكثر من 300 بير وانقلت الماء إلى الدوحة بواسطة ثنابيب ومشاء الله كانت فيها مزارع وكانت بيها حلوة في ذلك الوقت الحين تقريبا خفت المياه عندنا شوي وزادت شوي الملوح ولا في السنين الأولة كنا نحن لا نشوف بعضنا بعض من السدر الذي موجود في روضة راشد لا إله إلا الله صحيح حتى نلعب فيها مثل ما يقولون الخشيشة الأول ما حد يصيد خوية والحين الحمد لله رب عليهم مثل قطر يبدأ فيها التصحر لكن روضة راشد معروفة بسدرها ومعروفة بمياها وكانت فيها حتى زروع قديمة من كثر الماء يزرعون النخل وفيها بعض النخيل من قبل وفي مزارع لنحن موجودة نعم المزارع حين صارت أكثر لكن حتى من قبل كانت فيها نخيل يوم كان قطر قليل فيه نخيل لا روضة راشد كانت ما شاء الله فيها ماء ماء متوفر والماء كان قريب يمكن من 20 متر تلحق الماء والحمد لله أهلها ما زالوا موجودين فيها وما رحلوا بشكل عام نعم هذا نبدة تاريخية مختصرة عن روضة راشد دع ربي خليهم ولمهم إن شاء الله بالخير طبعا أكيد أن المناطق الخارجية تحتاج إلى خدمات ومرافق تكلمني عن المرافق والخدمات الموجودة عندكم في روضة راشد الله يسلمك أول شيء الشارع أنتم سمعتوا في الإعلام أن الشارع خذ أرواح كثيرة صراحة للأسف خذ من عياننا وخذ من مستعملين الطريق يعني خذ أرواح ما يبقى لي له الحكومة كما نعرف أنها على ما أعتقد أنها أرست العقد على شركة لبناء هذا الشارع أنت تتكلم على تأهيل الطريق الجديد صحيح أتمنى أن يشرعون فيه لأنه ما عادنا في حاجة أن أرواح تروح كثيرة صراحة راحت العشرات حقيقة أرواح بسبب الشاحنات الحمد لله يمكن الطريق الآن اللي يفتحوا من جسر المسعيد إلى الشمال خفف من الشاحنات لكن ما زالت الشاحنات موجودة صراحة هذا بشكل عام من أهم أولوية حق رضاة راجو اللي هو الشارع الشارع الباقي الماء الآن الحمد لله بدأوا في الحفر وبدأوا في التوصيل لكن لحد الآن ما وصلنا الماء لكن إن شاء الله ما دام منهم بدأوا وحفروا صحيح إن شاء الله أن الأمر سهل بشكل عام هذه الاحتياجات الأولية يمكن أن تكون بعد المحلات التجارية عددها قليل عندنا يعني ما عندنا محلات الخضرة أو محلات الغاز تتكلم على حجم جمعية أو مجمع ولكن اللي موجود سوبر ماركت يمكن أن تكون عندنا محلين فقط يعني سوبر ماركت اثنين عندنا يعني ما توجد خدمة ثانية نحتاج إلى يعني تأهيل المنطقة وتكون فيها محلات وتكون فيها أيضا بعد فيها ما عندنا مكان يلهون فيه العيال الصغار مثل الملعب أو حداق أو الحديقة أو نادي للأسف يعني نتمنى إن شاء الله أن البلدية الجديدة حسب ما سمعنا نهاء الحق تركز على روضة راشد بإذن الله إن شاء الله على طريق الحديق وحق للعيال الصغار أنا سمعت أنه في ملعب والله أنا بنفسي هذا الملعب سويته كنت أنظفه بيدي إلى درجة النبوي الله يرحمه يسكن الجنة ويرحمه المسلمين هاوش لي يدي تفطرت من كثر مخمة كنا نلعب فيه لكن أنا يوم بدأت فيه ضيق عليه الملعب الضاق من كثر الحصى وسويته يعني أحد أطرافه طويل و أحد أطرافه قصير إلى سووه الملعب الجبنة فيطلق عليه الحي هذا نروح نلعب في ملعب الجبنة هذا ملعب الجبنة إلى حد الآن موجود بقايا منه هذه مثل ذي الذكريات أكيد براشد يعني يشوفوا الإصطار هذين يروحون لا خلص تذكروا بعد إشيبانهم انذكرت أنه في بلدية في الشحانية أكيد أنه أصدر مجلس الوزراء قرار خاص بإنشاء بلدية الشحانية يعني مثل هذا القرار شون بنعكس على ربط راشد في قبل أو الأيام هذه ما زلنا تابعين بلدية الريان لكن زهر الله خير مدير بلدية الريان ما يقصر صراحة لكن أعتقد أن الضغوطات اللي عليه لا تخليه يركز على لكن عندما تكون منطقة مماثلة منطقتنا مثل الشحانية لا شك وتكون رضا تراهد قد تكون المنطقة الثانية بعد الشحانية في هذه المنطقة بيكون إن شاء الله نأمن أن يركزون عليها أكثر إن شاء الله بيض الله وجهك وبيض الله وجيكم كل من حضره والله إن شاء الله يديم تجمع بين الأخوان والربع في المناطق الخارجية آمين يا ربي هذا اللي عندي من رضا تراشد مثل ما يقولون من المنطقة الغربية وغرب قطر رضا تراشد نرجع حق شرق قطر فسوق واقف قناة الريان في الاستوديو عندكم الصوت والصورة أشكور يا فهد والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم وبيض الله وجهكم على هذه الاستضافة عصاهم مجلس النعمر وبهلو إن شاء الله موعدنا الأسبوع المقبل إن شاء الله مع منطقة جديدة في قطر العزيزة والقالية نعم كل مناطقها القطر هي عزيزة وقالية على قلوله مشاهدي الكرام بنطلع فاصل وبعدها بنتابع المخيم الشتوي لمركز معرض قطر المهني تابعونا اشتركوا في القناة